وإلى الأخبار المتعلقة بكورونا فقد أعلنت الحكومة البريطانية بأنها تتابع عن كثب انتشار متحورة فرعية جديدة لفيروس كورونا أطلق عليها متحورة AY4.2 وهي متفرعة عن دلتا شديدة العدوى التي ظهرت بداية في الهند ولم يتضح بعد ما إذا كانت المتحورة الفرعية الجديدة معدية بشكل أكبر يأتي هذا فيما تسجل بريطانيا عددا متزايدا من الإصابات تجاوز أربعين ألف إصابة يوميا وهو ما يفوق المعدل المسجل في بقية أوروبا أشرف سعد مرسلنا في لندن يعطينا المزيد من التفاصيل حول هذه المتحورة الجديدة ليست بالخطيرة حتى الآن ولا دلائل حتى هذه اللحظة فضيلة على أن هذه المتحورة أشد فتكا أو أكثر انتشارا من المتحورات السابقة كما أنه لا دليل على الإطلاق على أنها مقاومة للقاحات هذه المتحورة لا يصح أن نطلق عليها متحورة بل هي متحورة فرعية أي أنها شكل مختلف قليلا عن المتحور دلتا الذي سجل لأول مرة في الهند وبدأ أنه أكثر انتشارا من المتحور السابق ألفا الذي سجل هنا في بريطانيا وبيتا الذي سجل في جنوب أفريقيا ولكن ما تخشاه الحكومة البريطانية بشكل كبير هو الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة حاليا لتتجاوز الأربعين ألفا لعدة أيام على التوالي هذا ورغم ذلك تقول الحكومة أن هذا كان متوقعا مع الرفع الكلي لكل القيود المصاحبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وليست هناك حتى أي مطالب للأشخاص الذين يحضرون الفعاليات الكبيرة بإبراز ما يثبت حصولهم على اللقاح أو حصولهم أو خلوهم من الفيروس المطالبات حاليا للحكومة بأن تطبق ما سمته الخطة باء أو الخطة البديلة التي تتعلق بحتواء تفشي الفيروس إذا تفشي بشكل كبير خلال أشهر الشتاء وهذه الخطة تقوم أساسا على إعادة بعض القيود أهمها ارتداء الكمامات وفرض مطالبة المواطنين بالعمل من المنزل من جديد بالإضافة إلى فرض القيود على التباعد الاجتماعي على كل حال الحكومة تقول أن ذلك غير وارد على الإطلاق حتى هذه اللحظة وما تعتمد عليه بشكل أساسي هو الجرعات التعزيزية من اللقاح بالإضافة إلى تطعيم الأطفال الذين تتراوح عمرهم بين 12 عاماً و15 عاماً هؤلاء هم الذين تسجل فيهم النسبة العالية من الإصابات ومتى يتم تطعيم هؤلاء فستكون الإصابات في الدرجة المسيطرة عليها خصوصاً وأن أعداد من يدخلونا المستشفات وأعداد الوفاات ما زالت منخفضة نسبياً مقارنة بأعداد الإصابات شكراً أشرف سعد مرسل سكاينيوز عربية في لندن